اشتركوا في القناة ونشوف نناقش القصة دي تمام فاحنا اول مبارح تحديدا اتكلمنا في القصة دي ومتبقى وجهة نظرنا جمهور النادي الاهلي وتكلمنا في بعض النقاط بمنتهى الادب ومنتهى الاخلاق والاحترام لان دي تربيتنا اللي احنا متعودين عليها سواء من البيت اللي احنا خرجنا منه او من خلال تربيتنا في النادي الاهلي واخلاق ومبادئ النادي الاهلي المتعارف عليها دايما يعني لكن واضح ان الكلام ما عجبش الكابت المجدي عبدالغني لعب المريخ البرسعيدي السابق تمام وواضح ان الكلام واجعوا قوي واجعوا قوي ليه؟ لان احنا بنسرد حقيق لان احنا بنتكلم في امور على ارض الواقع امور حقيقية هو للأسف للأسف ودي تعليق كمان جمهور النادي الاهلي انهم استغرب ان العيب في الاهلي وده طبعا هو اللاعب قبل كده في الاهلي وده تاريخ ما نقدرش ننكره بيهاجم دايما للنادي الاهلي ومسئوليه ورموزه فجمهور النادي الاهلي مستغرب جدا من الجزئية دي ومتدايق منها في الحقيقة لكن في كل الاحوال رد الكابتن مجدي عبدالغاني كان باسلوب متدني اسلوب متدني عمرنا احنا ما حننجر للاسلوب المتدني ده لان دي مش اخلاقنا ومش دي تربيتنا اطلاقا لكن احنا برضو بنتكلم في حقائق ترجمة نانسي قنقر